مجلس الشورى رضا رباني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وقال الصالح إن هذه الزيارة ستفتح مزيدا من أفاق التعاون في مجال تطوير المنظومة التشريعية في البلدين الصديقين منوها بالسجل الحافلي من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت بين قيادتي ومسؤولي البلدين وأسهمت في فتح المجال أمام مزيد من التبادل التجاري والاستثمار بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية ترجمة نانسي قنقر